هذا الذي أدعو الله عز وجل أن يكتبكم جميعا يا من تباذلتم وتعاونتم وتكاتفتم حتى تحقق هذا الإنجاز العالمي الذي ليس له مثيل هذا الإنجاز غير المسبوق أعني فيلم سيدة الجنة عليها السلام أسأل الله أن يكتبكم من هؤلاء من الذين كان سخاؤهم أعظم السخاء إيو الله بذلتم على مر هذه السنين وما زلتم تبذلون خاصة مع قرب هذا الانفجار العالمي الآن لهذا الفن مع قرب نزوله على هذه المنصات العالمية التي تتيح لكل من في المعمورة أن يرى هذا الفيلم ومع ترجمته لعشرين لغة عالمية ومع دبلجته للفرنسية والعربية ولعل هناك دبلجات أخرى تأتي اتباعا بإذن الله تعالى يوفقنا الله عز وجل لذلك تكادون أن تملأوا الدنيا الآن بذكر الزهراء عليه السلام هذا الشيء الذي أرادوا طمسه ما أرادوا له أن يظهر حاربوه من اليوم الأول لماذا؟ لأنه يخرب مصالحهم يدمر أوضاعهم يزلزل كيانهم أما رأيتم الهستيريا التي أصابتهم لما ظهر هذا الفيلم؟ البكرية والبترية على السواء ما الذي أصابهم؟ حالة من الهستيريا أصابتهم خصوصا مع مرور الوقت هذا الانفجار الآن هذا الانفجار الزهرائي العظيم لا أشك أنه مقدر عند سيدة الجنة عليه السلام يكتب الإنسان بذلك ممن بر بها وممن مضى على تعاليمها لم تبخلوا كم عدد الذين شاركوا في صنع هذا الإنجاز وأكملوا هذا المبلغ وما تلاه من ببالغ أخرى أكثر من 15 مليون دولار نحن نتكلم كم عددهم؟ كم وصلنا؟ من يذكر؟ خمسة وثلاثين ألفا؟ خمسة وثلاثين ألف إنسان مؤمن ومؤمنا تباذلوا وتباروا من أجل الزهراء عليها السلام ولم يبالوا بشيء لم يبالوا لا بالتشكيكات ولا بالتشويهات ولا بالدعاية المضادة وما زالوا يبذلون في هذه الأيام الأخيرة المتبقية نحن يفصلنا عن هذا الانفجار ونزول الفيلم الآن في المنصات العالمية وعلى المنصات العالمية ستة أيام فقط أو خمسة أيام إذا اليوم هذا هم راح بالفعل إنه إنجاز تاريخي عظيم وملحمة أسطورية التي أوصلتنا إلى هذه النقطة الآن بحمد الله تعالى أنا لا أدري كيف ستكافئ الزهراء عليها السلام هؤلاء الذين يبذلون حتى هذه الساعة أعرف ويبلغني هكذا أن أناسا ممن بذل في الحملة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة يبذلون الآن أيضا كلما جاءهم النداء اللبوا لفاطمة قالوا لبيك فاطمة وبذلوا وساهموا كلما قيل نريد أن نطور المشروع مثلا كانت لدينا نسخة لأن أنتجنا النسخة الإنجليزية قلنا نريد تطويرا نريد أن ننتج النسخة التي تليها بالفرنسية بذل نريد أن ننتج النسخة العربية بذل نريد أن نخصص طائرة ضخمة تحمل اسم الزهراء علي السلام تنقل المحبين والمؤمنين لمشاهدة الفيلم في بلد آخر مبالغ ضخمة بمئات العلوف بذلوا وحققوها نريد أن نملأ العواصم العالمية باللافتات الضخمة الكبيرة التي فيها اسم الزهراء عليها السلام سيدة الجنة والتي تدعو وتسوق لهذا الفيلم حتى يذهب الناس لمشاهدته بذلوا وقدموا كل ذلك ميزانيات ضخمة وعطاء لا محدود وما زال مستمرا هذا الأمر سيسجل في التاريخ وأعظم من سيسجله ملائكة الله الذين بيننا ويرفعون هذه السجلات لشفیعتنا يوم المحشر صلوات الله عليه لا تتأخروا إخواني الذين لم يلتحقوا بهذا الركب حتى هذه الساعة هذه فرصتهم لا أقول بقيت أيام ربما بقيت سويعات في الحقيقة من الذي يضمن حياته ومن الذي يضمن أن لا يحل محله شخص آخر بالمناسبة هناك أناس نادمون قالوا نتمنى لو كنا قد بذلنا في الحملة الأولى يعني في بدايات التأسيس لأن الأسبقية أيضا لها أجرها عند الله تعالى دائما الذي يضع اللبنة الأولى أجره أعظم من من يأتي ويبني عليها المؤسسون لهم دور عظيم بعض هؤلاء المؤسسين توفاهم الله هم الآن إلى دار رضوانه ورحمته لكن الآن ينزل عليهم مثل الماء البارد هناك أنهم حققوا حققوا هذا الإنجاز وخلص هذا الإنجاز قد تحقق بحمد الله تعالى قضية الزهراء عليه السلام ما ظلت حبيسة الكتب مدفونة في طيات التاريخ انفجر الأمر وأصيب أعداء الزهراء والموالون لأعدائها أصيبوا بما هو أشبه بالشلل والاضطراب لا يعرفون ماذا يصنعون حتى يحاصروا هذا الانفجار الذي حصل والآن هذا الفيلم بعدما جال في دور السينما في البلدان الآن سيكون متاحا على هذه الشبكة العنكبوتية فيراه كل من يريد أن يره ينتشر ويغير ثقافة وطقسا إسلاميا بل عالميا مع مرور الوقت إن شاء الله تعالى هذا الذي يغير مجرى التاريخ من الآن فصاعدا لا كتمان لأنفاس الزهراء لا كتمان لأنين الزهراء لا كتمان لصوت الزهراء لا كتمان لظلامة الزهراء كل شيء يجب أن يظهر يجب أن يتعرف العالم على هذه الحقيقة وهذا الذي أنتم صنعتمون إن كانت هاهنا من نصيحة فهي موجهة لغير الصانعين لمن لم يلتحقوا بالركب حتى الساعة هؤلاء لا يضيعوا هذه الفرصة هذه قد تكون الحملة الأخيرة لا ندري هؤلاء إذا أرادوا أن يشاركوا ولو بإسهام ما وإن كان بسيطا يقولوا نحن خلي نلحق يعني في هذه الأيام الأخيرة انسجل نفسنا في سجل الزهراء عليه السلام فليبادوا لا نقول هذا لأننا في حاجة أنتم تعلمون والذي تابعنا على مر هذه السنوات يعلم أننا لسنا في حاجة لأننا بحمد الله تعالى اعتمادنا ليس على الناس اعتمادنا على رب الناس وعلى إمام الناس مولانا صاحب الأمر عليه السلام نحن نطرح نقوم بدورنا نطرح هذا الخير نطرح هذه المشاريع الخيرية ونقول في أنفسنا إذا كان إمامنا عليه السلام راضيا عننا وفي هذه المشاريع الخير والصلاح فهو الذي سيحببنا عند الناس وهو الذي سيقيض لنا من الناس من يبذل ومن يتبرع ومن يناصر ومن يعمل ومن يجتهد من أجل تحقيق هذه المشاريع وهذا الذي حصل دائما كنا نكرر هذا الدرس لكم أن إياكم إياكم أن تتوقعوا منا يوما ما أن تكون مثل هذه المشاريع رهنا لكم أو رهنا لما أنتم عليه سواء من توجهات من آراء من أفكار من مواقف أبدا لا نبالي أن يقال لنا مثلا أنتم غيروا موقفكم من القضية الكذائية أو من الشخصية الفلانية حتى الناس تأتي معكم نحن لا نبالي من يأتي معنا ومن لا يأتي معنا نحن نبالي بشخص واحد فقط هو الحجة بن الحسن المهدي صلوات الله عليهما فقط وفقط شكرا شكرا